السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم جميعا في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم النهاردة بنتكلم على موضوع جميل ولزيز ممتع اللي هو الثمر أنواع الثمر الثمرة زي ما احنا حتى بنقول ثمرة عملنا يعني المحصلة النهائية طب ايه المحصلة بتاعة دورة حياة النباتن فتحول الظهرة اللي هي بتحمل أعضاء التكاثل الجنسية إلى ثمرة من خلال خطوتين اتنين اللي هم مين التلقيح والاخصاب المزدوج الله هو في فرق بينهم أيوة التلقيح هو عبرة عن طبعا ده فيديو المستقل الواحد التلقيح ده عبرة عن انتقال حبوب اللقاح من المتك بتاع الظهرة إلى الميسم بتاع الظهرة سواء نفس الظهرة أو ظهرة أخرى على نفس النبات أو على ميسم بتاع ظهرة أخرى في نبات آخر اللي هي أنواع التلقيح بقى اللي هو الخلطي والذاتي ده مش موضوع ناين لكن هو انتقال حبة اللقاح إلى الميسم ايه بقى الاخصاب المزوج الحبة اللقاح طبعا ده في فيديو تاني المستقل بيكون فيها نواتين مهمين جدا خلاص والبويضة بيكون فيها التركيب بتاعها اللي احنا عارفينه وده برضو فيديو مستقل المهم بيحصل عامية اخصاء المزدوج بتكون النتيجة بتاعته بتتحول الظهرة الى ثمر الظهرة كلها يعني لا واحد يقول يا طرع لا الظهرة كلها اقول لا حضرتك لو بصنا كده ركزنا كده حليقات الظهرة هي الظهرة دي فيها السبيلات دي لبتحمي الظهرة وهي برع فممكن لما حصلت تلقيح والاخصاء تفضل موجودة او تتساقط او تبقى ضامرة صغيرة ادي عنق الظهرة يظل موجود جزء منه او بيتقطع عشان الثمر هتقع منه على الشجرة مثلا طيب ادي الجزء التاني البتلات قدت وظيفتها خلاص جذب الحشرات عشان تعمل التلقيح وانتهت ودبلت ووقعت كمان والاسدية نفس الكلام خلاص بعتت الحبوب اللقاح اللي فيه يتبقى لي اهم جزء اللي هو المبيض ده اهو مبيض وفيه القلم والميسم طبعا القلم والميسم انتهى دورهم ايضا لان خلاص نزعت حبة اللقاح ونبتت يبقى اصبح الجزء ده المبيض هو اهم جزء اللي هو حيديني كل الثامرة دي عشان كده هنا بقايا الميسم والقلم ممكن تبقى هنا هنا السبيلات ممكن تبقى موجودة او لا او او اثار بتاعت عنق الزهرة يبقى المبيض بصوا حجمة بقى قد ايه يبقى جدار المبيض حيبقى جدار الثامرة اللي هو البيريكار البويضات حتبقى بظور طبعا هنلاحظ هنا شيء كمان مهم ان بص الحجم بتاع المبيض قد ايه وبقى حجمه قد ايه الحقيقة ده لوحده ده فضل من ربنا سبحانه وتعالي لما الثامرة دي هي اللي حناكلها سواء كانت تفاحة منجاية البامية الكوسة الخيار الطماطم كل ده تخيل بقى ان فضل الطماطمية دي مسلا تبقى الحجم ده او الخياراية احنا عايزين بقى كم خياراية وكم طيب بيبقى من فضل لبنا ان الحجم بتاعها هاي اكبر وكمان حاجة تانية حنعرفها كمان شوي طب الجدار بتاع البريكارب ده او جدار الثامرة اه ماله بقى ادينا هي ادي الثامرة هي عشان ما حدش يتخيل ده هنا مثلا البسلة الفول ادي البامية فبنلاقي الظهرة هي والمبيض ماله بقى عبارة عن ايه الثامرة ولو بصينا هنا كده اهو بصوا ايه اللي باقي الكيليكس اللي هو السبيلات بقايا السبيلات لكن البيتلات وقعت والاسدية وقعت كل حاجة خلص وتبقى بس المجد اللي هو بقى اصبح ايه ثامرة هنا مقى ما بقتش دي اسمها بويضات دي بقى اسمها بذور بذور دي بزرة الكلام ده كانت في الاول بويضات حولت لي بذور البذور موجودة هنا ومسكة هنا في المحور اللي في النص طبعا هنا واضح ان الوضع المشيمي هنا واضح اكتر بكتير لما لو اعطعنا في الظهرة نفسها انا عشان كده قلنا في الايام اللي بكلمنا عن وضع المشيمي لو انا اعطعت في ثمرة حيبقى افضل ليه زي ما انتم شاهدين بصوا الحجم عامل ازاي واقدر اشوف البويضات براح المتأسف البذور البذور براحتي انما لو انا هقطع في الميبد وهو صغير ممكن مقدرش اميز قويا طب تعالوا نشوف ثمرة تانية زي ثمرة المانجو كده ليه انا حطت الثمرة دي لسبب عشان اقول ان البري كارب ده مش شرط يكون طبقة واحدة ده ممكن انا لقيه ثلاث طبقات ابي يعني خارجية نيزو نيزو كارب طبعا وساطية واندو يعني داخلية طبعا المانجاية القشرة بتاعتها اللي برا دي ايان كان لونها بقى بروتوآنية او محمرة او اخدر ده الابي كارب اللي هو بيسموها الاسكن الجلدة بتاعتها اللي برا او القشرة الطبقة اللي احبنا اكلها اللحمية اللي هي الفلشي اللي هو الجزء المأكول ده الغلاف الوسطي طب والطبقة اللي في النص لما بيجي بقى ناكله خالص نلاقي فيه عظمة في النص كده الحقيقة مش دي البذرة لا دي الخشبة اللي بتشوفها جوا دي الجزء الستوني الخشبي الحجري ده ده اندو كارب الغلاف الداخلي جرب كده ويكسرها هتلاقي جواها البذرة السيد هتلاقي البذرة بتتكون من ثلاث حاجات الامريو اللي هو بيبي بلانت اللي هو النبات الصوية والإندوسبرم اللي هو الغشياء المتأسف الغذاء المختزن الغذاء المختزن ده بيكون 3N بالمناسبة عشان احنا اخذنا الاخصاب المزدور بيخلي الإندوسبرم 3N إنما الامريو 2N فننتبه للموضوع ده وغلاف البذرة يبقى البذرة تلت طبقات الجنين والغذاء المختزن والغلاف بتاح ده موجود فين داخل الطبقات بتاعة الثمرة تعالوا نتفق على هذا الفيديو مبسط ومختصر مبسط معروف نحاول نشرح بتبسيط قد في كل الفيديوهات لكن مختصر لان الفلوث الثمار لها توزيعات كثيرة جدا انا في الفيديو ده قاصد ان نعمل نسخة مختصرة النسخة المفصلة لها فيديو اخر لانه محتاج اعداد جيد عشان ما يتعرضش بصورة غير جيدة طيب اولا حاجة نتفق عليها طبعا كلمة ده لو احنا نروح دورنا عليها هتلاقي ممكن كلمة فواكه وده الخطأ الشائع اللي بنقع فيه يعني ايه لو احنا ترجمنا كلمة فروتس بفواكه يبقى ايزا حاجة اقولك الثمرة عبارة عن بامية الكوسة الخيار الطماطم تقولي لا اقول لغلطان يبقى كلمة فواكه انساها خالص اما الكلمة فروتس هنترجمها ايه ثمار زي ما انا شرحنا من شوية طيب الثمار دي بقى فيه منها طعمه حلو احنا بنكله نحل بيه بعد الاكل او قبل الاكل زي ما انت عايز خلاص او بين الوجبات زي مثلا ايه المنجة خلاص التفاح المشمش الخوخ البرتقال الفراولة الاناناس دي حاجات طعمها حلو وفيه حاجات تانية لا اللي هي زي مين زي الخيار زي الكوسة زي البامية زي الطماطم زي الفصولية زي اللوبيا كل ده ثمار يبقى كلمة ثمار انسى كلمة فواكه خالص هذه الثمار اي حاجة بنجي نقسمها بناءنا على حاجة الثمار لها تأسيمات عديدة زي ما احنا شايفين بالشغل ده كده التأسيم اللي هو التفصيلي ده انا مش هاديه اولا حالجأ بس هنا الحاجة صغيرة خالص انواع الثمار فيه ثمار حقيقية فيه ثمار كاذبة فيه ثمار عذرية انا بس حبيت انوح الحتة دي اللي احنا هنشرحه اللي اتنين دول الثمارة دي بتتكون زي ما احنا شرحت من شوية من المبيض خلاص حلو طب اذا دخل اجزاء تانية غير المبيض زي مين زي التخت بتاع الايه الظهرة او الهايبانثيوم فاكريين لما احنا شرحنا الظهرة وقلنا ساعات التخت فيه جزء يمتد منه يحيط بالمبيض وساعات يلتحن بيه ثلاص يبقى المبيض صفلي واجزاء الظهرة علوية قلنا ده هايبانثيوم اه يبقى هنا دخلت اجزاء اخرى غير المبيض يبقى تسميها ثمارة كاذبة هم بيسموها كده العلماء نجي لنوع الثالث ده بقى اللي انا هاشير عليه بس هنا فقط ان يحصل ايه يحصل يتكون الثمارة بطريقة معينة يحصل فرتليزيشن يعني اخصاب بس بدون تكوين بذور ده زي مثلا الموز مثلا على سبيل المسال ازاي ده مش موضوعنا ده لكن حبيت اشير اليها يعني تعالى بقى نشوف تأسيمات اهو الثمارة 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 اما تكون جاية من ظهرة واحدة والظهرة دي فيها كربلة واحدة او كربلة ملتحمة يعني الجزء اللي جوه جزء ملتحم سواء كربلة واحدة او اكتر يبقى دي بيسميها ثمارة بسيطة حلقية هي جزء واحد بيبقى باين جزء واحد كده طب لقيت ثمارة خلاص بس متفصصة بالشكل ده كده طب انا ممكن اتلغبط ما بين دي وديه ما شاك انهم يعني ايه دي حتت ودي حتت هنا الاجزاء المنفصلة دي عبارة عن كرابل منفصلة لظهرة واحدة اما الاجزاء اللي هنا المنفصلة دي مش كرابل دي اظهر كاملة فكل ظهرة لحالها بس متجمعين في نورة فاذا الثمرة المركبة جاية من مجموعة اظهار عشان تقسمناها ثمرة مركبة مش بسيطة يعني اما المتجمعة هو ايه اللي بيتجمعين اكيد على حاجة واحدة ظهرة واحدة دي كرابل منفصلة الثمرة البسيطة برضو ظهرة واحدة لكن كربلة واحدة او كرابل ملتحمة يبقى ده الفرق بين اللي اتنين دول اللي اتنين دول الظهرة واحدة الفرق ان هنا حصل الكرابل منفصلة انما دي مجموعة اظهار الثمرة بنلاقي نوع هنا لو بصنا هنا حتى في الظهرة اهي انا اقطعت قطاع طولي بس هنبص للجزء الكبير ده ادي المبيض بالشكل ده لو انا هكبر شوية ادي المبيض اهو و ادي ده هنا من اول هنا الثمار المبيض اهو وجواء البذور متأسف البويضات البويضات و ادي الهايبانثيوم اللي هنا تخت اهو و ادي الهايبانثيوم اللي هو الامتداد بتاع التاخد والتحم بايه بالمبيض و ادي اجزاء الظهرة الفوق اللي هي الاجزاء دي كل دي الاجزاء اللي فوق طبعا هو الجزء ده الحقيقة حصل الفيرتليزديشن هو الجزء ده هنا اللي لسه ما حصلش الفيرتليزديشن يعني ادي المبيض و ادي الهايبانثيوم ادي الكيليكس او الكاس و ادي السبلات و ادي الاسدية و ادي بقايا القلم بتاعة المبيض لما بيحصل بقى التلقيح والاخصاب يبتدي المبيض يكبر في الحجم وكل الأجزاء بتبتدي تقع طب نشوف الخطوة اللي بعد كده ابتدى الهايبانثيم يبقى فيليش يعني لحم جزء كده غضى عصيري وقادي المبيض أهو هنا خلاص هنا دي كلها بقت ثمرة بقى خلاص يعني هنا المبيض ملتحم بالهايبانثيم ده كله بقت ثمرة عملة تكبر في الحجم وفي نفس الوقت بقى هنا البذور مش البويضات البذور بتكبر كمان عشان يفتمل نموها برضو كبرت بالشاف كل جزء اللحم ده المبيض الجزء اللي هو الجوه ده اللي هو بيحتوي على البذور كل جزء اللحم اللي احنا بنكله ده الهايبانثيم قادي هنا ده العنق بتاع الزهرة ده البقايا بتاعته وفوق هنا بقايا الكأس اللي هو السبلات وإلى آخر كبرت شوية يعني حصل نطجة أكتر شوية لغاية لما اكتمل النمو هنا بالشكل ده لو دققت شوية حالي قادي البذور جوه قادي المبيض اللي هو الجزء ده وقادي الجزء اللحم اللي احنا بنكله ده الهايبانثياب طبعا اكتمل النمو عشان اكتملت نموه مين؟ البذور والثمرة كمان اكتملت نموه الحقيقة ده من فضل ربنا علينا ليه؟ تخيل حضرتك ان طعم الظهرة بقى مقبول وهي لسه صغيرة كده ولم يكتمل نمو البذرة ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى خلاص؟ ليه؟ عشان يضمن الانسان غذائه يعني بفضل ان الطعم مش مقبول والحجم لسه مش مكتمل واللون ما بقاش زاهي كل ده يخلينا ما نجيش جنب الثمرة مش قابليننا كلها لغاية لما تنضج عشان كده لو خدنا البذور دي نزرحها ينبت انما لو خدنا البذور في اي مرحلة من دول ما تنبتش ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا قادي بنشوف الرمان بالشغل ده كده قادي الازهار بتاعته هنا الكأس كمان بتالويد يعني ايه لونه زي البتلاك خلاص؟ وسميك شوية وشفنا بقى الظهرة غاية لما كونت الثمرة كلها بتاعته الرمان وقادي التوت نفس الحكاية الى اخره بانواعه المختلفة قادي الطماطم بالشغل ده جايبين الثمرة وهي مقفولة خدنا فيها قطاع طولي وخدنا فيها قطاع عرضي عشان تبين الشكل بتاعها والتغير في الحجم وفيه التركيب بتاع وقادي الفراولة نفس الشيء عبارة عن التخت ابتدى يجبر شوية وشايل هنا الكرابل كل واحدة من دي كر بلا لكن لزهرة واحدة عشان ده كده دي متجمعه انما الطماطم بسيطة زي ما حنشوف نيجي نشوف التأسيمات بتاعة الثمار اهو تأسيم بناء على اجزاء الظهرة اللي داخلة في تركيب الثمرة او عدد الازهار المشاركة في تركيب الثمرة وده احنا لسه قيلينه او طبيعة الظهرة وما المسهل هي جافة ولا عصيرية تعالوا نبص كده اذا كان المبيض بس هو اللي كون الثمرة بنقول الثمار دي صادقة حقيقية صادقة او ثمار حقيقية يعني ممكن نكتب هنا كمان صادقة او اهو بالشكل ده طب لو دخل مع المبيض حاجات تانية زي الهايبانثيام زي التغتي الى اخيره دي ثمار كاذبة ادي اول تأسيم التأسيم التاني حسب عدد الازهار اذا كانت مجموعة من الازهار فبنتكلم على ثمرة مركبة او معقدة طب واذا كانت ظهرة واحدة ابص كده اذا كان مئكربلة واحدة او عدة قرب البس ملتحمة يعني حتة الاتحام دي مهمة جدا وكمان ملتحمة الكرابل ملتحمة او كربلة واحدة يبقى ده ثمرة بسيطة اهي ثمرة بسيطة تبقى ثمرة ايه بسيطة طب واذا كان اللي جاية من ظهرة واحدة بس عدة كرابل منفاصلة لظهرة واحدة يبقى في الحالة دي عبارة عن ثمار متجمعة يبقى عندي كم ايه كم حاجة اهو ثمار بسيطة ثمار متجمعة دول في ظهرة واحدة او ثمار ثمار مركبة اذا كان جاي من عدة اظهر التقسيم التالت حسب طبيعة الايه الثمرة هل هي غضة غضة يعني ايه عصيرية يعني طرية يعني لينة ولا جفة ادي اول تقسيم طب اذا كانت جفة اه نشفت يعني ولونها بني وناشف كده يبقى هشوف بقى هل هي ثمار غير متفتحة مقفولة يعني فما فيش فيها فتحات تطلع على البذور ولازم احنا نكسرها ولا ثمار جفة متفتحة بها فتحات عشان او شقوق نطلع منها تطلع منها البذور الحقيقة فيه دوع تالت كمان هنا سعب يسموه ايه اللي هو منشقة يعني ايه ما فيهاش فتحات لكن فيها بتنشق يعني بتنفصل لاجزاء كل جزء شايل ايه بزرق او عدة بذور لكأنه مش قيله هنا للتبصي تعالوا نبصت الاول تأسيم اول تأسيم الثمار الصادقة او الحقيقية الثمار اللي هي الحقيقية فبنلاقي هي ادي الثمرة جاية من مبيض كربلة واحدة زي ما احنا شايفين ادي البقايا البقايا بتاعة العنط الزهرة وادي بقايا السبلات هي موجودة وادي بقايا القلم وإلى آخره وادي هنا البذور ومسكة هنا فين فيه الجدار بتاع الثمرة طبعا الوضع المشيمي هنا الحافي على الحافة يعني ادي الطماطم برضو هنا تلت طبقات الجدار الاشرة اللي برا اللي هي عمزة الجلدة دي الغلاف الخارجي او القشرة الجزء اللحمي الغلاف الوسطي والغلاف الداخلي وادي المحوى اللي في النص اللي شايل البذور وطبعا دي المشيمة اللي طالع منها البذور نيجي للمنجا نفس الحكاية المنجا هنلاقي الغلاف تلت طبقات الجلدة اللي برا اللي بنشيلها القشرة الجزء اللحمي اللي بنكله الجزء الخشبي اللي هو الغلاف الداخلي لو كسرناه هنلاقي جوا البذرة نيجي للخوخ والمشمش نفس الكلام نفس التلت طبقات هنا المنجا والخوخ والمشمش والبرقو كمان معهم بنقول عليهم ثمار حجرية حجرية ليه عشان طبقة الغلاف الداخلي الاندوكرب خشبية نشفة يعني تعالوا نبص بقى للثمار الكاذبة يعني فيه اجزاء اخرى دخلت معا اشهرها التفاح والكميترة ليه زي احنا لسه شرحينها من شوية قدي المبيض بالشكل ده كده اهو وقدي البذور الجزء ده اللي هو الهايبانثيوم ده اللي هو كون الجزء اللحمي نفس الشيء بالنسبة لكميترة نفس الكلام ولو بصنا حتى للزهرة اهو قاررنا من الاثنين اهو ادي المبيض بالشكل ده خلاص وادي اجزاء الظهرة علوية المبيض صفلي فمين اللي بيحيد بيه الهايبانثيوم اللي هو الجزء ده يبتدي بقى ايه يحصل كل وده عنق بتأسف متقل عنق بتاع الظهرة فإذا كل اللي احلم ناكله ده عبارة عن الهايبانثيوم اللحمي اللي ايه ده بالجزء المأكول بالشكل ده ادينا نفس الحكاية ادينا دي لكلها نورة النورة دي كان مجموعة من الازهار مجموعة من الازهار يعني هي ايه ثمرة مركبة اه وغضة في نفس الوقت هي وغير حقيقية ليه يعني ثلاث صفات داخل فيها مين داخل فيها يعني نمسك حاجة حاجة هي غضة اه طبعا غضة ادي اول صفة طب جايما مجموعة من الازهار يبقى مركبة طب الازهار بس هي لكوينة الثمرة لا الجزء اللي كان بيشيل الازهار كلها اللي هو الشمراخ بتاع النورة بتاع الازهار اللي هو بقى لحمي اللي احنا بنكله ده دخل فيها يبقى ثمرة كاذبة يبقى كل ثمرة من الثمار لها ثلاث صفات يعني لاجهنا لو المنجا مثلا المنجا غضة ادي واحد حذ طب هل هي جاية من زهرة واحدة ولا من عدة لا زهرة واحدة تبقى ثمرة بسيطة مش منكبة زي التين طيب هل هي حقيقية ولا غير حقيقية لا حقيقية ما فيش حاجة دخلت فيها غير المضيط بس وهكذا طب تعالنا شو بقى من حيث ادي ثمرة بسيطة بسيطة يعني زهرة واحدة عندك بقى الخوخ والمنجا والمشمش والبرقوق والطماطم والبامية طب للازهار المتجمعة ادي ظهرة الفراولة ادي الكأس بتاعها ادي التخطة طب وإيه اللي طلع عليه ده دي الكرابل الكربلة اهي الكربلة ادي عبارة عن مبيض جوا بزرة خلاص طبعا هنا بقول عليها بزرة ليه وطبعا هنا دي بقت ثمرة خلاص ما بقتش كربلة لكن هنا المبيض بقى ثمرة البويضة بقت بزرة ودي بقى قيا القلم والميسم بالشكل ده كده فإذا كل اللي أنا شايف النقاط اللي هي الأجزاء اللي بتبقى على الفراولة دي دي عبارة عن ثمار كانت كرابل لو كبرت شوية ادي الكربلة اهي ادي الثمرة وادي بقايا ايه القلم والميسم بالشكل ده طب لكن اللي ظهرة واحدة قال ظهرة واحدة انما هنا في التين والاناناس زي ما احنا شفنا قبل كده لا ده هنا ده جزء اللحم الشمراخ الزهري الشمراخ بتاع النورة اللي كان بيشيل الأزهار بقى هو ده الجزء اللحم اللي احنا بنكله وكل دي مجموعة من الأزهار طيب التلاتة دول كل اللي قدامنا ده دي ثمار مركبة ومتجمعة وبسيطة ايه لانجاية المصدر بتاعها مختلف اه التلاتة دول غضة سواء هنا اللي انا شايفه قدامي ده كله ثمار غضة هدي الصفة التانية تعال نشوف تأسيم آخر اذا كانت الثمار غضة اهي خد عندك بقى انا حضطهم لك هنا هم المشمش والخوخ والبرقوق والبرتقال والليمون والفراولة والتين وقادي البامية والخيار والكوسة كل دي ثمار غضة طيب تعال نبص الثمار الجفة غير متفتحة زي الدرة خلاص الثمار الجفة المتفتحة بقى خد عندك بقى الاشكال دي كلها اللي انت شايفها دي قدام حضرتك اهي جفة يعني نشفت وابتدت تتشق اهي بالشكل ده بقت مفتوحة عشان تطلع البذور بأشكالها المختلفة كل دي أشكال لثمار جافة جافة عشان تطلع البذور ايه بتاعته بكده بنكون نهينا شرح مبسط ومختصر مختصر للثمار ان كنتوا احسنتوا ووفقتوا فمن الله سبحانه وتعالى وان كنتوا اخطأتوا لقدر الله او نسيتوا شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا رياءا اوصمع يا رب الى ان نتقل في فيديو قادم اترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته